بسم الله الرحمن الرحيم عزاً المشاهدين تاني حلقاتنا في شكل تاني ونرحب بدفنا دكتور سامح محمود براكر باحث واستشاري في إدارة الأعمال نورت الدنيا كلها ونورت مدينة الإنتاج وشرفتنا في برنامجنا المتواضع وتعرف حركة أستاذ المشاهدين أولاً أهلاً وسهلاً بك يا رانيا وأهلاً بكو في برنامجكو الجميل المتقلق ده إن شاء الله شكل تاني نورتنا ربنا خليكو تسلموا يسلم كل الحضور أنا سامح محمود بروق ويبورك حلو برضو أنا رجل شغال في مجال إدارة الأعمال من تقريباً 17-20 سنة ودلوقت الحمد لله باحث واستشاري في أكتر من مكان في تطوير وريادة الأعمال ما شاء الله بما إن طبعاً ده مجال مهم جداً للدنيا كلها وهسأل حضرتك إيه هي أهمية الإبداع من وجهة نظرك للفرد والمجتمع؟ والله إحنا لما يعني الموضوع بتاع سؤال حضرتك النهاردة سؤال كلنا محتاجين له لأن المجتمع اللي ما بيدورش على نواحي الإبداع في جميع نشاطاته سواء كان على مستوى الفرد أو المؤسسة هو مجتمع مش هنقول إنه بيقف مكانه بقدر ما هو بيتخلف تماماً عن السابقين من الدول ومن الأفراد أكيد طبعاً فالإبداع عندنا في كل نواحي الحياة مصر محتاج له إحنا محتاجين المبدعين على مستوى الطب ويمكن الكورونا كرايزز أثبتت لنا إن لولا بعض الخطوات الاستباقية اللي خدتها الدولة وبعض خطوات المفكرين فيها كنت أخرنا كتير وكانت النتاج السلبية كانت أكبر الإبداع ده شيء مهم في حياتنا كلنا بالضبط عندنا طبعاً يمكن أنا مش هتكلم في مجالات كتيرة بقدر ما هتكلم في التخصصي وهو مجال مؤسسات الأعمال وإدارة الأعمال لكن نقدر نبص إيه النتائج اللي ترتبط على عدم الإبداع في سقوط كائنات كبيرة جداً زي مثلاً عملاق صناعة التصوير الفوتوغرافي كودك لما ما قدرتش تواكب التحديات والتغيرات وكانت أدوات حرب على المبدعين جوه الشركة تخلفت الشركة تماماً عن ركب كانون عن ركب نيكون لغاية لما هم اعتلوا عروش التصوير وهي تخلفت ما بقاش وجود خالص لكودك على سبيل المثال وكلنا عارفين طبعاً قصة نوكيا لما ما قدرتش تواكب مركب الإبداع في مؤسسات حضرتك أنا عايزة أقولك دكتور سامح يعني إحنا عندنا مشكلة في الإبداع أغلبية الشباب اللي طالع هو عايز يقلد ما عندوش حتة الإبتكار عايزة بقى أعرف من حضرتك الإهمال للإبداع تماماً ده إن شاء الله أنا عايزة تقولي نعمل إيه عشان نخلي شبابنا ومجتمعنا مبدعين وأنا طبعاً عرفت قبل حررتك من الحلقة حررتك كنت عامل مبادرة حلوة للشباب أو أن أنت بتلمل للشباب وبتعمل لهم المارتنج عايزين بقى تتكلم باستفادة الأول أنا كان سبب المبادرة اللي احنا عملناها كان سنة 2010 أكبر شركة من شركات الكمبيوتر عمصة العالم IBM عملوا استبيان على 1500 مدير في 60 دولة على مستوى 33 قطاع إيه أهم سمة خلتك ترتبط بـ IBM وتقول إن IBM الميزة التنفسية فيها تمام عن غيرها هي اللي خلتك ترتبط بيها فكانت الإجابة واحدة وهي إن IBM بيئة طيبة أو بيئة صالحة للمبدعين كانت الإجابة دي تخلتنا طبعا أنا ليه ما خليش مجتمع أنا جوه مصر ما بقاش في بيئة للمبدعين حضرتك من وقع معرفتي بيكي حضرتك أخصائي تسلوك وإلى حد ما بتاخدي النشأ اللي فيه إعوجاج أو اللي فيه عدم استقامة سواء كانت خلقية أو خلقية وإن إحنا نحطه على التراك المستقيم نفس الفكرة بالضبط إحنا بنقابل الخرجين الجداد من الجامعات عندهم نفس المشكلة هم مش عارفين الكرير راحين فين عندهم مشكلة في الكرير باس عندهم مشكلة في تشتيت المعلومات عندهم مشكلة في عدم إظهار المهارات بتاعتهم فعملنا مبادرة بسيطة على قد دي وعلى قد الشخص وكانت تسمها مبادرة زدني بيزنس ودي كانت عبارة عن قناة على قنوات التليجرام كانت المقصد منها تجويد صناعة البائع قلنا نصنع بائع محترف نصنع بائع يليق نشتغل في مالتي ناشنال كامبني احنا بس عايزين نوضح لأستاذ المشاهدين يعني ايه أصلا بائع في مجال ايه او ايه اللي انت بتدربه عليه او بناخده من الجامعة من سنوي بعد كده هو هيستفيد ايه هقول لحضرتك لو بصينا على مستوى العالم هنلاقي ان كل دولة فيها نقاط قوة ونقاط ضعف مصر تعتبر من الدول الولادة من الدول الشابة على مستوى العالم لما نبص المتوسط تعداد سكان المصري هنلاقي شباب فاحنا دولة غنية جدا بالكوادر البشرية اللي لو قدرنا نستثمارها استثمار جيد هنقدر ننافس بيها الدول ويمكن كان احد الاقتصاديين العالميين تنبأ في الفترة الحالية ان خلال ست سبع سنين ان شاء الله خلال عشرين تلاتين هتكون مصر من السبع دول اللي بتنافس بقوة بسبب قوة الموارد البشرية اللي فيها فلو كلمنا على البائع هو اهم هو عبارة عن وظيفة من وظائف المؤسسة او من وظائف الشركة وانا بالنسبة لي المسوق بائع الدكتور بائع الصيدلي بائع احنا لما قدرنا نعمل مستشفيات تليق بالمصريين قدرنا نسوقها كويس جدا ولولا يعني ذكر الاسماء لكن احنا بقى عندنا مجال طبي هايل لما احسننا تسويقه واحسننا عرضه في عين فبقينا ارض كويسة جدا للاخوة العرب من جميع الدول ان هما يجوا هنا يتعالجوا وياخدوا خدمة مميزة واحنا طبعا من خلالك بنوجه شكر للجيش الابيض اه طبعا دول اللي كانوا ارض شخر ليهم طبعا فالبائع بالنسبة لي هو بائع البيبسي هو بائع الخدمة هو الرجل اللي بيسعى لسد احتياجات الناس عن طريق سد احتياجات الناس عن طريق تقديم الخدمة او المنتج اللي يقدي الغرض ويشفي احتياجاتهم يعني نقدر نقول البائع اللي بيقدم اي خدمة سواء منتج ملموس منتج ملموس او خدمة للمجتمع او الفرد او ما حاجة عايز يسوقها بالزبط كتب وهو ده اللي حارتك بتقدمه للشباب وهي دي فكرتك وعايزين بقى نرجع لسؤالنا ايه هي الاصار المترطبة على الاهمال الابداع تمام طبعا الاصار المترطبة على اهمال الابداع على مستوى الفرد احنا قلنا ان احنا في دولة فيها كتير جدا من الشباب فالفرد اللي مش هيهتم بتطوير نفسه و 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 اللي هي بيسموها في البزنس الكمباتاتف ادفانتج لازم يبقى سامح عنده ميزة تنافسية موجودة مش موجودة عند الناس كلها لازم تبقى رانية عندها ميزة تنافسية الميزة تنافسية دي هتيجي من الاراية سواء كانت الاراية ديت للواقع سواء كانت الاراية للكتب سواء كانت الاراية في خبرات الناس السابقين من مجمل الاراية ديت الانسان هيقدر يطلع من عنده شيء محدش طلعه وهو ده الإبداع وهو ده الإبداع لازم أن يكون عنده ثقافة أو وعي أو هدف أو فكرة هو يطورها وبعد كده يبداحها بالزبط كده وطبعا بنقول فيه مثال لشركة نوكيا هي ما وجبتش العصر إحنا كل تقريبا كل شهر أو كل أسبوع بيطلع حاجة أحدث من اللي قبلها بالزبط فنوكيا ما بقتش منافسة رغم أنها كانت يعني أول شركة على مال التليفون لأن هي عملت حاجة في كل المؤسسات اللي بتحارب المبدعين هي التنمر أو احتقار المبدع أو التقليل من شأن المبدع يعني لما نفتكر قصة نوكيا مع مقدم أندرويد سيرفز أو أندرويد برودكت وقالت له أنت مين في الخريطة عشان نغير منظومة الشركة كاملة عشان ندخل السيديوشن بتاعك ده وبتدت هو شيء من التنمر وأنا هبقى بسميه تنمر لأن احنا بنقابل كتير جدا في شركتنا شخص بيبقى عنده توجيه بسيط ونلاقي كل الإدارة بتتنمر عليه أو بعض من متخز القرار بيبقى سبب في تخلف الشركة وهو ده اللي حارتك يعني جزاك الله خيرا طبعا اللي أنا عارفته المبادرة على التليجرام دي هو ده اللي أنت بتعمله بيأخذ الشباب حدش أحبتهم حدش يلعب في دماغهم أو محدش أنا عارف أنا طالع من الكلية بتاعتي أنا مش عارف رايح فين عايز يحط رجليه على أول الطريق دي ما بنقول حضرتك برضك إحنا عايزين نعرف أنت إيه فكرتك الجاية أو إيه فكرتك اللي أنت عايز تخطط لها الفكرة اللي الواحد طبعا ما أنا إلا فرض محتاج مجموعة من الجهود والدعم ولكن على قدر المحدود هدفي نمر واحد أن الشباب اللي دايما عينيهم لبرى مصر لا بقولهم أن مصر فيها خير كبير قوي موضوع حلم شباب اللي كل شوية أنا نفس أروح أمريكا نفس هاجر لإيطاليا بأي طريقة بقى كانت لا مصر فيها خير على مستوى الكوادر البشرية على مستوى الصروات أنا شايف أن توجه الدولة دلوقتي حاليا بيصب في مصلحتنا جميعا من ناحية المدن الجديدة من ناحية المصانع الجديدة يعني كنا زمان بنحلم بعودة القطم المصري بعودة القطم المصري لحد ما ساد الرئيس يمكن من ثلاثة أسابيع تقريبا أو أسبوعين كان فاتح مصنع عملاق في على للغزل والنسيج وكانت حاجة مشرفة طب هنيجي بعد كده هنلاقي مصنع عملاق للحديد والصلبة هنلاقي مصنع عملاق للطائرات كل دي مصر ولادة يا دكتور طيب المصانع دي بقى هنستورد لها ناس من الهند ولا من الصين ولا نبتدي نعدي لها الكوادر من دلوقتي يبقى مع الدولة بتنشئ بنية تحتية وتأسيس لأصول موجودة من مصانع يعني أنا مثلا أعرف أن مصر دلوقتي بتنشئ أكبر مصانع رخام على مستوى الشرق الأوسط في منطقة الجلالة طيب عودة السياحة كل دوت هتبقى محتاجة كوادر مهيئة احنا بنعملها بقى دلوقتي على قدر المستطاع احنا دلوقتي بنقول للشباب احنا بنقرأ لكم كتاب عالمي بنقول لكم الإكسبريشنز اللي موجودة فيه المصطلحات اللي موجودة فيه عشان لما تتقدم لشركة من الشركات ديت تلاقيك عندك القدرة والكفاءة انك تتماشى مع التكنولوجيا ديتها اصلا النهار ده راح اتقدم الوظيفة لازم ان يكون عنز المؤهلات ليه ده؟ بالزبط كده زي ما حرارك قلت لازم ان اكون اعرف المعلومة بالزبط اكون ملم عارف اتعامل ازاي مع الكمبيوتر عايزة اتعامل ازاي مع السوق العمل بالزبط عشان يقدر يكون يتوظف اصلا هو معلش انا مش راح اقعد على القهوة ولا اقعد مع صحابي ولا ألعب ولا ألعب جيه مع الموبايل وبعد كده اقول اصلا مش لقي شغل طب انت سعيد طب انت اخذت دورة تدريبية طب انت تعلمت يعني نمزك زي حضرتك بتقدم المعلومة على طبق من فضة انت بتزي معلومة بسيطة يقدر يسمعه هو في المايكروباوس وهو مع صحابه وهو جيمت ايه ايه فكرة حضرتك فانت بتقدم له المعلومة بشكل بسيط من خلال برضك هنا احنا بنوجه رسالة للشباب اشتغل اكتهد دور على المعلومة ما تبقاش قفل على نفسك مش هاخد المعلومة معلش سوري من صحبي ما صحبك نفس تفكيرك لازم ان اخد المعلومة من حد زو خبرة وزو علم عشان اتعلم طيب فيه سؤال كمان يا دكتور فيه نمازج للإبداع على المستوى الفرض والمؤسسات اه انا لسه كنت وحدك بتقولي اشتغل دور لما نرجع للتاريخ شوية وانا بقول اقرأ 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 يعني احنا امة اقرأ المفروض والعالم كله بيقرأ فدما نرجع للتاريخ شوية سنة 1664 تقريبا ل 1720 اللي هي فترة ميلاد اسحاق نيوتن العالم الانجليزي الشهير اللي كلنا عارفين إبداعاته واكتشافاته العالم دوت لما نبص للبيئة المواتية لي كلها لم تكن ملائمة ما كانتش في صفه اسحاق نيوتن اتولد ضعيف جدا لدرجة ان المولدات قالوا ده هيموت خلال ساعات ولم يهتموا بيه اسحاق نيوتن اتولد يتيم اسحاق نيوتن كان فقير جدا وكان مشاغب لأقصى درجة لدرجة انه كانوا حطينه في مدرسة يعني من بتاعة المتشاغبين لحد ما في فترة من الفترات المهم اللي انا أقصد اقوله ان بين اللحظة والتانية اتحول هذا الفرد لشخص مبدعه تحدي مع نفسه لما لقى كل زماله بيتنمروا عليه واسخروا منه اتحول للحظة رغم عدم وقمة البيئة وهي دي النقطة اللي انا أقصد اقولها اللي عايز يتحجج بعدم التعلم عشان قلة الفلوس قلة البيئة المواتية قلة الصرف الدولة ما بتصري الدولة الحكومة كلام ده ولكن اللي عايز يتقدم هيدع كل هذه التحديات جانبا ويمشي في طريقه كان ده اسحاق نيوتن اللي دلوقتي بقى عنده نظريات بندرس علومه في كل مراحل التعليم واللي بشيء من التأمل وعشان كده هنبقول لازم نقرأ نقرأ الكون المفتوح او نقرأ الكتاب هو نيوتن ارى كون من الاكوان ارى التفاحة وهي بتسقط من الشجرة وابتدى يراجع معلوماته ومن هنا ابتدى يا سيطة 80 ايه اللي حصل لها بالضبط ايه اللي حصل لها بيتدرس دلوقتي في العالم كله ودي نتيجة حقيقية ودي الكرآن كلمنا عنها مانقدرش نهمل هذا الجانب يعني يعني ان وامرنا بالتفكر في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وقال وفي انفسكم افلا تبصرون كل الحاجات دي احنا اولى الناس كمصر كعرب ان احنا نكون بنتأمل في الكون وناخد بادوات الابداع عشان نسبق العالم كله بهذه الادوات طبعا يا دكتور انا عايزة اقول من جدة وجد ومن زرعة حصل عمري اللي ما بيذاكر ما هيجيب نتيجة وحشة ولا هيطلع بلا طول من انت اجتهد ربنا هيديك على قد تعبك نظبوط طبعا اتعب عشان توصل انا مبارح جات لي كمية اتصالات وعلى الخاص دكتور رونين انت ازاي من مدرس التأسيط بقيت اعلامية انا كنت بقولهم حاجة واحدة من جدة وجد ما تقفش على نقطة معينة بتقول هو ده كده خلاص طول ما تعلي سقف تمحطك طول ما انت هتلاقي حاجة بتحرب وتوصل وراه مزبوط وكان معنا مداخلة سنوية عامة لسه المداخلة مجاتش وده بردك انا حبيت المداخلة تدخل معانا هو اوائل السنوية العامة مبروك اليوم جميع طبعا مبروك لكل سنوية عامة والف مبروك لكل شبابنا هم دول شبابنا ان شاء الله يرفعوا رايتنا وانا عايز اقول اللي مجابش مجموعة واللي شاء المادة ما تزعلش الدنيا جاية ما تزعلش كل واحد ربنا متديله رزقه ومتديله على قد قدراته وعلى قد تعلمه هو اجتهد وعمل اللي عليه وكانت النتيجة مش قد كده ما تزعلش حاول تاني وقد يكون الدرس من الناس اللي موفقتش السنة دي اكبر دافع ليهم للتوفيق في سنوات مقبلة ان شاء الله وكتير جدا من اللي محلفهمش الحظ في مصارهم التعليمي من اول مرة دافع ان هم يسبقوا ناس كتير قوي يعني مخترع ابل وجيف بيزوس وناس كتير جدا من اللي كانوا في اثروا في مجال صناعة العالم ما كانوش من اول مرة موفقين في التعليم يعني اسأل سؤال كمان ايه هي بقى كراءاتك للواقع المصري اللي جاي والله الواقع المصري اللي جاي بتحيط به هالة من المصطلحات ومن من التحديات اللي لابد على علينا كلنا سواء كان حكومة شعب هيئات تعليمية هيئات تدرسية ان احنا نتعاون جميعا في ان احنا نواكب هذه المصطلحات ونبقى احد صنعها مش بس المتفرجين عليها فمحتاجين احنا بنسمع دلوقتي كتير جدا عن الطائرات بدون طيار بنسمع دلوقتي عن البيج داتا عالم البيج داتا وده يمكن كل الناس اللي شغالة في مجال اللي يمتلك المعلومة هو الذي يمتلك العالم دلوقتي فاصبحنا في عالم البيانات المفتوحة عندنا طبعا اساليب اللي بقت متابعة دلوقتي في العصف الزهن فلما نقول كراءتنا للواقع المصري دلوقتي انا شايف ان من خمس ست سنين بدأت مصر تدخل عالم البيانات المفتوحة او البيج داتا بقوة وكانت انشأت حاجة نفس اقولها للشباب ويمكن الشباب كتير جدا سواء الجامعيين او زملائنا في البحث العلمي او كلام ده ما يعرفوهاش اللي هي بنك المعلومات مصر عاملة شيء جبار جدا جدا اسمه بنك المعلومات ان كنت باحث في كلية فانت بتخش عليه من اي مكان ان كنت طالب في مدرسة جايب فيها كل ابحاث وتجارب اللي تفيد اي شخص عايز يعمل بحث علمي او دراسة فر فيه مجانا اللي كانت قبل سبع ثمان سنين تعتبر من المعدلات فدي من قراءتي حاجة تعتبر لو تكلمنا بس على البنك المعلومات اللي اللي الدولة عاملة انا شايفه من ضمن الحاجات اللي تعيين جدا على صناعة جيل من المبدعين ما شاء الله اخر سؤال بقى وقتنا فات بسرعة احنا عايزين حلقات وحلقات محضرتك عشان الابداع ايه المعوقات اللي بتعوك ايه معوقاتنا للابداع في مصر طبعا احنا عندنا معوقات الابداع دية لو تكلمنا عليها هي لوحدها فيها حلقات لان احنا على مستوى التعليم على مستوى الفصل على مستوى الاسرة خليني اتكلم صراحة وانا كان نفس اتكلم عن الفئة دية اللي هي فئة متحد الاعاقة فئة اللي عندهم عدم اكتمال نموه في بعض الاعضاء اه الفئات اللي بتتعامل معاهم هم احد الناس اللي بيعيقوا الابداع فكم من شاب متحد الاعاقة او شابة وجدنا عنده ابداع في الرسم يعني يوازي افضل رسمين العالم اه ابداع في الالقاء والشعر يعني يعادل احسن شعراء العرب اه في حفظهم في ملكاتهم في زكاءهم حتى اه ولكن التنمر المحيط بهؤلاء المبدعين اه احد معوقات النمو والتطوير ليهم فانا بقول ان ده اهم حاجة ياريت لو مع مجابهة التنمر والسخرية اللي حزرنا حتى منها الكرآن وقال لا يسخر قوم من قوم انا اظن ان احنا نكون حلينا بعض المشاكل المهمة اوي اللي تخلي المبدع ينجح عندنا نمازج في الشركات والمؤسسات معلش خلينا اقول عن تجربة يابانية اسمها كايزين كايزين ديت احد نظريات الاخوة المهندسين اللي شغالين في مجال الجودة يعرفوها هي اعتمدت على التحسين المستمر عن طريق رأي الخطوط الاولى من الانتاج يعني العامل البسيط والموظف البسيط احنا معلش انا هقطع حضرتك الوقت خلص وانا كنت سعيدة جدا بلقائك ويعني احنا عايزين حلقات وحلقات من حضرتك وتشرفت جدا بيك ونورت برنامج شكل تاني وانتظرونا في الحلقة اللي جاية اشتركوا في القناة